موسيقى تأيين وزيرة التضامن لزوجها نحن نأخذ نموذج على وزيرة التضامن لكي نتكلم عن قضية اعتماد والاستعانة بعض النساء التي تتولون المسؤوليات على الأزواج ديرهم والأقارب ديرهم من أجمع نقشتات القضية دي نستضيفه في هذا اللقاء سيدة بوشرة عبدو مديرات جمعية للتحدي للمساواة والمواطنة سيدة بوشرة مرحبا بي سيدة بوشرة بعض النساء تحتمدوا في تقالد المسؤوليات على الأقارب ديالهم والحالة لأثارة الحالي للجاية قد يتأب وزيرة التضامن أنا تبلي بأن هذ المناصب اليوم ديال مسؤولين في الدوان مع سيدة الوزيرة مع سيدة العمدة مع سيدات أخريات اللي يمكن يتقلدوا مناصب القرار السياسي هم رجال كذلك يمارسوا نفس الممارسة تنعيشوها عشنا في حكومات سابقة أن بعض الوزراء كذلك إما جابوا بعض القاربات أو الأقرباء ديالهم ولا جابوا بعض الأبناء أو البنتاءهم ولا جابوا بعض الأحفاد ولا جابوا بعض الناس اللي تعرفوهم والتي يكونوا قرابين لهم هنا باش نتكلموا دائما باش تكون المرأة تتقلد هذ المناصب إلا وأن تبدأ اللغط وتبدأ الكلام وتبدأ كل شيء تنعت فيها وكل شيء والتي تنتقد بعض الحويجات التي تتقوم بها ونغم المون اللي خاصة يكون هو أننا ننتقد بشكل موضوعي هذا الفعل لأن باش نتقلد مناصب قرار وتنكون عندنا مسؤولية خاصة الناس اللي تكونوا معنا في الدووين ولا اللي تكونوا مسؤولين معنا خاصة هم يكون تكون شوية الحكامة ويكون شوية الشفافية من أجل تعيين الناس في هذه المسؤولية لأننا تكون ضيزوفخ واللي عنده كفاءات واللي عنده انسيفي ولا سيرة داتية تقيلة كما تنقول وقادر يسير مع المسؤولة الأولى أكيد أننا سنختاره يكون فقط دا كفاءة وإحنا مزيان لو أن كانوا ديشارت ولا كانوا ميطاق لملزم على الكل لا رجال لا نساء باش يتقلدوا مواقع القرار أنهم ما يختاروش الأقارب لأنه باش نختاروا الأقارب إلا ونتنول وحنا بحلة داخل أسرة لتسير وزارة معينة بالطبع هاتشي هو منطقيا مرفوض لأن كما قلت ذابا قلت عدة وزيرات يمكن أننا كانت بالصدفة ولكن نحن نتمنى أن هذا السلوك ما يبقاش بالعكس أننا نحن نكرسوا سلوك إيجابي أكثر في المسؤولية هذه القضية أثرت استغرب المجتمع وش المجتمع رافض أن المرأة تحمل المسؤولية أو رافض السلوك لدارة الوزيرة المجتمع هو ما تقبل المرافقة في موقع القرار معروف هذه القضية هو أن كلمة الراجل كما كانوا في قيادات أخرى أو في حكومات أخرى كان شوية لغطوا من بعد كل شي بل كانوا أبشع من ذلك ماشي فقط أنه جاب صديقته ولا جاب أخته ولا جاب بنته بل كان هناك السلوكات اللي هي مشينة واللي تتكلم على الصحفة ومن بعد كل شي كل شي نساها في الوقت لتكون مرأة في القيادة في الوقت للمرأة تتقلض هذه المناصب إلا وأن الأيادية تتنعت فيها نظراً لأن المجتمع المغربي ككل باقي ما تيقامنش بأن المرأة ممكن تتقلض هذه المواقع ممكن تكون قيادية ممكن تكون تتسير وزارة تكون قائدة عندها كفاءات علية عندها ديبلومات عالية إلى آخر بقي مشاهم نحن بقي تنخضه في النضالات اليومية من أجل تغيير العقليات الدكورية من أجل تغيير التمثولات الاجتماعية ومن أجل أننا خاصنا نقوله بأن المرأة اليوم هي مثل هميطة الرجل في تسيير هذه المسؤولية الكبيرة في الحكومة المغربية ولكن الشيطة تقول لي لا ما عندوش علاقة بالواقع خاصة المرأة تكون قادة بالمسؤولية دي لو ما تتمش تتعانى على الزوجية تكون عندها تتقيقى في النفس وتكون قادة على تحمل هذه المسؤولية دي ما شيء اعتماد على رجل المهمة بل اعتماد على رجل ده كفاءة في المسؤولية لأن عاويتاني باش نقوله أنا بغا أنا غنبغيت مسؤولين معي في الوزارة ولا مسؤولين معي في الديوان ولا مسؤولين معي في الكتاب العام ما أنا تنختار تنختار رجال وتنختار نساء أكيد أن في الديوان ديال سيدة الوزيرة ولا ديال العمدة ولا ديال نساء أخريات اللي هما تتقلدوا مناصب القرار المهم أنهم فيهم نساء ورجال أنا أنا تنقول كان من الأجدر وكان من الأجدر أننا نتخلوا على العلاقات القرابة لكي يكونوا في هذه المسؤوليات مهم جداً كلما أننا اختارنا الناس ناطق بعاد كلما كانت عندنا الحيادية وكلما كنا مسؤولين حقيقة نعوض أننا نجيبه فقط الأقارب هما اللي ملؤولين ذاك الفراغ ولذاك الأماكن اللي كان ممكن نجيبه كفاءات أخرى نسائية ولا رجالية لقادرة تسير معنا هذا الشأن العام إذن أنت تتفقنا مع الرأي اللي تقول بأن القادية ليس قادية قانون وقادية مساطير وقادية كذا ولكن القادية هي أخلاقية في الأول والأخر خاصة المرأة ما تعتمد على الأقارب ديالها سواء كانت الزوج أو الأخ أو واحد من المقرابين أخلاقية بالطبع أنا تقول حبادة لو أن هذه المسؤوليات تكون فيها أفخ فيها أبلد أفخ الناس يحطوا السيرات الذاتية يحطوا الكفاءات تعهب يحطوا تقل العمل تعهب سنوات من أجل اختيار يكون اختيار فيه النزاهة وفيه المسؤولية وفيه الحيادية لأنه مهم جدا أمام الملأ أحنا بغينا البديل اليوم أحنا ما بقيناش بغينا لذلك شيء تنعيشوا بشكل يومي داخل الأحزاب السياسية ولا داخل النقابات مشي تنتي يجي خوك يجي بباك يجي ولذلك يجي إلى أخير بغينا نرشحوا الناس على رأس اللوائح الانتخابية دائما تنشوف خويا ولا خالتي ولا عمتي ولا صديقتي إلى أخير إذن هاد العقلية ديال باك صاحبي سنتجاوزوها بكفاءات اللي عندنا داخل المجتمع وقد رأينا تسير تسير وزارات تسير مجاليس المدينة وتسير كجماعات هناك من يقول أن قضي قضي تقغ لأن المرأة في الأول وفي الأخير ستبقى وحد إنسان اللي خلص تعتمد على واحد السيد اللي تتاق فيه ما تقدرش تعتمد على أي واحد تقغ ممكن تخلقها تنسج مع أي إن كان نحنا ده تنشتغلو داخل عمالنا منسج الثقة بيننا وبين العاملين داخل العمال بين الموظفين إلى أخير الثقة هي تنسج ما شف بضرورة أنني عندي قربة مع إكس أنها ستكون ثقة نحنا داخل جمعية تحدي المساوات والمواطنة تفقدت الثقة يمكن في عدة ممارسات تمارسة على النساء في العنف العنف الرقمي اللي تمارس عليه العنف هو القريب إذن نرى الثقة هي نسبية نسبيا ممكنش نقول له شي حاجة مثلا المطلق ممكن يكون هذا القريب هو اللي ستجيبه في هذه المهمة وفي هذه المسؤولية ويمكن يخونك يمكن ما يوصلش النتائج المتوخص منه ولكن من يقول بأنه بطريقة ساخرة بأن المرأة أكثر وفاءا من الرجل علاج لأنه فش تقلد مسؤولية أول واحدة تفكر فيه والزوج دياله إنما بغينا لا رجل يجيب مرسولة ومرا جيب رجلة إحنا بغينا نجيبه كفاءات لقدر تسير لنا الشأ العام والشأ المحلي لأنه مهم جدا لأنه إحنا بغينا ناس يستروا معنا خطات وبرامج وينفدوها معنا من أجل مجتمع آخر من أجل مجتمع ديمقراطي حدثي فقط أستاذ بشراء شكرا جزيلا على قبول الدعوة شكرا لك متتبعي قناة سأنفاس بوريس إلى اللقاء خاص جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة